تستخدم بنياس أبو حرب معلمة اللغة الإنجليزية في قطاع غزة الدمى في تعليم تلاميذها قواعد اللغة وتوصيل المعلومات وتشير إلى أن هذه الطريقة أكسبتها شعبية خلال فترة العزل العام بسبب جائحة كورونا ومع انتشار كورونا داخل قطاع غزة فقدت أبو حرب وظيفتها في مجال التدريس ولجأت إلى تقديم الدروس الخصوصية عبر الإنترنت حيث يستمتع الطلاب بعروضها التعليمية جائحة كورونا أثرت على الجميع وكنت أنا من ضمن المتأثرين بشدة بسبب إغلاق المكان اللي أنا أدرس فيه أو بشتغل فيه إغلاق الجامعة وإغلاق مراكز اللغة وبالتالي أنا فكرت في مشروع التعليم عن بعد عشان أقدر أوفر دخل وابتكرت فكرة استخدام العرائس اليد والبوبيتس عشان أقدر أنافس في سوق التعليم عن بعد لأنه هو الرائج حاليا ومع تأثيرات الجائحة على جميع سكان قطاع غزة وإغلاق الأماكن والتجمعات ومراكز اللغة ابتدعت بنياس فكرة مشروع التعليم عن بعد ولجأت لتطبيقها سعيا منها لتوفير عائد مادي يعيلها بعد توقف عملها أنا طلعت بر غزة طلعت بر السندوق كله وبدأت أروج نفسي خارج القطاع الموضوع كان أكثر رواجا أكثر نجاحا هلأ عندي طلاب دوليين من دول عربية وأكثر من دولة عربية تقريبا وموضوع ناجح جدا ومن غزة إلى خارج حدودها الجغرافية أصبح للمعلمات الفلسطينية طلاب من الدول العربية بعد أن نجحت فكرتها وأصبحت أكثر رواجا وتقدما دربت عصفوريني بحجر استخدمت البابتس عشان أعرف الطفل على ثقافة مسرح الدماء وبنفس الوقت أني أعرض له المادة التعليمية بطريقة ممتعة بطريقة جديدة طريقة ما تخلي إيميل كان طريقة كتير ناجحة ويشهد قطاع غزة قيودا مشددة منذ الشهر الماضي تخلى له حضر للتجوال ليلا وإغلاق تام في العطلة الأسبوعية بجانب إغلاق المؤسسات التعليمية والخدماتية ماتيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر